السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الجمعة 14 حزيران يونيو وبما انه اليوم توقعاتنا لا يوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع اليوم القمر موجود في برج العذراء ورح ينتقل الساعة 6 و 11 دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة رح ينتقل للميزان ورح يظل في برج الميزان لغاية الساعة 6 و 37 دقيقة صباحا من صباح يوم الاثنين القمر الآن موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 6 و 11 دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي القمر بما انه موجود في برج العذراء لغاية ساعات المساء معناته من ظل على طبيعتنا الجادة ومنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا منذهب للعمل بحيوية منركز في جميع التفاصيل ومندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس نادرا ما يقدم الدعم المالي والأول عاطفي في هاي الفترة لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة أنه بسيطر على الجميع هاي الفترة أفضل وقت للتخلص من عداد سيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات ويمكن الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكان تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة واحد وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هي هاي الزاوية يعني مصدر للتوتر وخصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين من زيادة الضغط والحياتية اللي ممكن أنها تعرضهم للحوادث بسبب التسرع أو برضو ممكن أنه ما نحسن التحكم في أفكارنا أو كلامنا أو ذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وثمنتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات حتى مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح يتكون الساعة 11 و 12 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجهوا بالفترة هاي للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتكون لدينا رغبات ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية بدنا نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين كثير دون أن نشعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين الشمس وبين عطارد هاي الزاوية طبعا إلها تأثير تقريب ثلاث أيام ومستمرة لثلاث أيام قادمة اليوم ذروتها الساعة أربعة واثنين وثلاثين دقيقة بعد العصر بتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر فهمه وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية وبتجلبنا الحيوية والنشاط وبتزيد من قدراتنا العقلية هذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات النجاح بالنجاحات الأدبية أو مشاريع حالية يجب علينا التركيز مجهوداتنا على أهداف محددة وهذا الاتصال غير مناسب للأسفار أو العلاقات الصداقة أو الزوجية بالحوارات والنقاشات اللي ما إلها داعي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي إلى القمر يعني الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بيبدأ خلو المسار وبيستمر لغاية الساعة ستة وحد عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ستة وحد عشر دقيقة مساء القمر خلاص بنتقل بيستقر في برج الميزان عشان هيك بنصير بفترة أفضل عاطفيا لتقوية الرابط العاطفية للعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيا ومنميل للإسترخاء والتأمل وبيكون الحب الرومانسية وضحين بين العشاق ولكن الغيرة ممكن تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هذه الفترة مننجح في أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة ترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بعد الانتقال واستقرار القمر في الميزان بيظل في عنا زاوية وحيدة وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة التسعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة لمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها طبعا من الآن وحتى ساعات المساء عنا البنكرياس اللي مع الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الـ 12 المستقيم وأجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين أما من ساعات المساء وما بعد بصير عنا الكلا والحالب والمثانة البولية والأوردة والجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسلين أسفل الظهر والزائد الدودية أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالطرق التقليدية إلا إذا كان الشخص ما بعاني من كثافة الشعر فما في أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الميزان خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين بيبدأ الساعة ستة وأربع دقائق صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره ثمان أيام بالساعة تسعة وخمس واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بيصير تسع أيام نسبة الإضاءة سبعة وخمسين في المية عند منتصف الليل أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم عشرين ستة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في العذراء ورح ينتقل للميزان في ساعة المساء ورح يظل في الميزان ليوم سبعة وستة منتحس بنسبة ستين في المية الآن ساعة الصباح منتحس بنسبة أربعين في المية ساعة العصر منتحس بنسبة عشرة في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم سبعة وستة سعيد بنسبة عشرة في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة وستة منتحس بنسبة أربعين في المية المريخ في الثور حتى يوم 27 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت حتى يوم اثنين سبعة سعيد بنسبة خمستاش في المية وبلوتو في الدلوبيت راجح حتى يوم اثنين تسعة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات المساء بتكو تنتبهوا لان القمر ما زال موجود في بيت العمل والصحة فعشان هيك بيتراكم العمل اكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في انجاز الكثير من اعمالكم عشان هيك بتكو تنظموا وقتكم بشكل جيد وتحاولوا تنجزوا الاعمال الضرورية والمهمة قبل الانتقال لأي عمل اخر وايضا بتكو تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم اذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي بتكو تراجعوا الطبيب لان الطاقة بتبلش تنزل شوي شوي لان القمر بده يصير مقابلكم تماما حاولوا قدر الامكان ما تدخلوا بأي مواجهات لا مع زملائكم ولا مع شركاكم من ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن ممكن يكون في بعض البلبلة او تطرأ بعض الامور او تتعقد بعض الامور فبدك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتضر رغبتكم قوية في التقرب من احبائكم لان القمر ما زال موجود في البيت الخامس لغاية ساعات المساء وبإمكانكم ايجاد قاسم مشترك بيجمعكم باحبائكم ان كان الاحباء هم احد الوالدين او احد الابناء او الاحباء العاطفيين وبرضو الاجواء داعمة للك بقوة وممكن تتواصل مع الجميع او تمارس هواية او تهتم بذاتك او بجمالك او تهتم بهندامك الاجواء جيدة على المستوى العاطفي والحضوض بتدعمك في بعض المسائل ولكن ما بنصحك تعتمد عليها بشكل كبير اما في ساعات المساء القمر بصير في البيت السادس فهو هنا بتكون تنتبهوا لصحتكم بتبدأ الواجبات منها تتزامن وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت اضافي اكثر حاذر من المشاكل الصحية وايضا من العصبية بالنسبة لموليد برج الجوزاء بيظل التركيز على الامور اللي الها علاقة بالبيت والعائلة لغاية ساعات المساء فعشان هيك ممكن تنشغلوا بتنظيم اموركم البيتية والعائلية او يصير في عطل منزلي او مناسبة عائلية تهتموا فيها بشكل اوفى في ساعات النهار ممكن صحة احد افراد العائلة تكون بحاجة للاهتمام ممكن تشعر بالحزن والتعب او يصير في بعض الخلافات اللي توترك على الصعيد العائلي او على الصعيد الشخصي حاول انك تضبط اعصابك قدر الامكان اما من ساعات المساء وما بعد هنا بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم والتفاهم معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات اجواء ايجابية دعملة اليك قادمة للأيام القادمة ايضا فعشان هيك حاول انك تأجل كل الامور الضرورية لغاية يوم الغد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر رح يظل موجود في البيت الثالث لغاية ساعات المساء اذا معناته في نشاط وحركة واتصالات وحوارات ونقاشات اليوم واسعة بتظل الساعات جيدة للامتحانات ولكن بسبب الزوايا منحكي ما تعتمد كثير على الحضوض بدك تستعد عشان تحصل بعض النتائج الايجابية ولكن بظل في فرصة لدورة جديدة او تعلم شيء جديد او مناقشة او حوار او تسويق لموضوع معين وبرضو جيدة للحوار والنقاش مع الاحبة ولكن بدون فرض الرأي اما في ساعات المساء هنا بصير التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية عبدك تتجنبوا توبيخ الاحبة او لومهم باي شكل من الاشكال ضبط العصاب مطلوب ممكن تظهر بعض المسائل العائلية اللي تطلب منك الاهتمام برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد بظل في فرصة لبعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او دعم من الان وحتى ساعات المساء ولكن بتخففوا من النفقات قدر المستطاع والوقت لا يصلح للمغامرات او المجازفات المالية وبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من النصابين والمحتالين ممكن اتناقش موضوع مالي او ترتب وضع مالي معين حاول انك ما تندفع او ما تجازف او ما تبالغ بدون ما تستشير اهل الاختصاص اما من ساعات المساء فتبدأ نشاطك بالحركة بالاتصالات بالسفريات بالتنقلات وبكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار وبتكثر نشاطات على حسب انت ايش تخصصك او على حسب ايش انت بحياتك يعني ممكن زيارات او اتصالات عادية او لقاءات بتكون عاطفية او مع الاصدقاء برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بظل في عندك طاقة عالية جدا وثقة بالنفس ممتازة جدا وبوسعكم يعني انك تروفوا عن انفسكم او تتواصلوا معي الاحبة وفي كثير من المسائل بامكانك انك انت تتممها من الان وحتى ساعات المساء ولكن يعني شوي بدك تضبط العصبية عندك وردات الفعل في بعض الاوقات وما تخلي الوسواس او الشك يتسللوا لا اليك اما من ساعات المساء وهنا بتصير التركيز على الامور المالية ممكن تعيدوا الضبط ميزانيتكم او اترتبوا وضع مالي معين اهم اشي انه بدك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة فعشان هيك برضو لا تبالغ بمصاريفك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر مازال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء فبيتطلب منكم هذا الوقت الانتباه بشكل جيد لصحتكم ممكن تشعر ببعض التعب او يصير في عندك شك او وسواس او انك انت تشعر باشياء مش موجودة قلق توتر فحاول قدر الامكان حتى الشك لا تخلي يسيطر عليك ممكن تفكر في الغاء بعض المواعيد او الابتعاد عن الاضواء حاول انك تعمل بشكل روتيني ما تبدأ بشيء وما تتخذ قرارات حاسمة في ساعة المساء القمر رح يوصل لعندك فهون بتستعيد حماستك وبتنهمك بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقى ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بدك تحاول اليوم تنجز كل الاعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات المساء لانو القمر ما زال موجود في بيت الاصدقاء والعلاقات الاجتماعية بتنشط اجتماعيا تلتقو الاصدقاء منكم اشخاص ممكن يشارك في حفلة او مناسبة سعيدة وبرضو بامكانك تستعين باي حد من معارفك لاتمام بعض الامور او يكونوا واسطة او يساعدوك بشيء معين اهم اشي انو حاول قدر الامكان ما تفرض سلطتك على اصدقائك او ما تحاول انك تعاديهم او توبخهم في ساعات المساء القمر بوصل لبيت المتاعب فهنا بتكن تنتبهوا اكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد لانها فترة فارغة من الحظ بدك تحاول تستغل الفترة القادمة بالعمل الروتيني فقط لا غير برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل ومع المسؤولين من الان وحتى ساعات المساء وايضا بظل الوقت مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل اهم شيء ما في داعي للمغامرات او المجازفات او مخالفة القوانين او اي تصرف ممكن يكون له عواقب انك تشوه سمعتك فيها فما تجازف بسمعتك ولا باستقرار وظيفتك وتجنب التصرف الارتجالي حاول انك تراجع نفسك باي خطوة قبل تنفيذها اما في ساعات المساء تلتقوا الاصدقاء ومنكم اشخاص ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة او مناسبة وبادروا لملاقات الاخرين بيطمئن بالكم لانه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم ولا تستسلموا بل كرروا المحاولات برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي بتنشطوا بالسفر والاتصالات لغاية ساعات المساء بظل هذا الامر مسيطر عليكم ايضا بالامتحانات والنقاشات والحوارات وامور التعامل مع الاجانب او اشخاص خارج البلاد او حتى الامور والاوراق والمعاملات القانونية بتظلها فترة جيدة لهاي الامور ولكن بتكونوا اكثر وعيا على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن وخصوصا في ساعات النهار اندفاعك وحماسك ممكن يتركوا كثير من الاشياء الايجابية عنك بامكانك ايضا تعزز علاقاتك وحواراتك مع احبائك اما في ساعات المساء هنا بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة اهمش انك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول انك تقوم بواجباتك على احسن ما يمكن وقدم افضل المستطاع بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا تركيز رح يضل على الاموال المشتركة المال اللي معك شريك فيه بنك ضريبة تأمين مراجعة بعض الحسابات المطالبة بحقوق اهمش انك تخفف من النفقات وممكن اليوم برضو يكون فيه بعض المسائل العائلية او البيتية كعطل منزلي او مصاريف منزلية طارئة او صحتكم او صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية كون مرن قدر الامكان وما تحاول انك تدخل باي مواجهات او خلافات مع الاطراف الاخرى وما تهمل اي ملف ولا قضية اما في ساعات المساء هنا بتنشغلوا في مساء لها علاقة باشخاص خارج البلاد ممكن سفر او اتصالات بعيدة او لقاءات حتى مع الاحبة وبتبدأ مرحلة جديدة مناسبة لاجراء مقابلات او اجتياز امتحانات وبرضو ممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيظل تركيز كله خلال الفترة هاي خلال اليوم لغاية ساعات المساء على الامور اللي تتعلق بالشركاء سواء شركاء العمل او شركاء العاطفة او ما بين الازواج وممكن تبحث عن قاسم مشترك يجمعك بالشركاء وبرضو فترة بتظل جيدة للاعمال المشتركة كنوا اكثر تفاهما لوجهة نظرهم ونسق بين مختلف الواجبات اهم شي انك ما تدخل باي نقاش حاد وحاول تبعد عن المشاكل قدر الامكان وحافظ على صحتك اما في ساعات المساء الاجواء يعني شوي بتخف ضغوطاتها بصير التركيز على الامور المالية بتنهمكوا في اعادة تنظيم اموركم المالية اهم شي انه ما تهملوا صحتكم لك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء